السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي الكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن انتشار فيروس كبدي غامض في أوروبا في بداية الأمر ظهر الموضوع في إنجلترا في يناير المنظمات الصحية تأخذ بالها أن هناك زيادة في معدل الالتهاب الكبد زاد في يناير وفبراير ومارس ينتشر في إنجلترا في سكوتلندا في أيرلندا في أسبانيا في هولندا وابتدى يصل أيضا لأحد الولايات المتحدة الأمريكية معناها أن هناك شيء خطر يبدأت تنتشر في أوروبا وكما انتشرت في أوروبا يمكن أن تنتشر في العالم كله ما هو الموضوع؟ اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل ونرى ما حدث بالضبط ما حدث بالضبط أن هناك نوع من أنواع الالتهابات الكبدية التي تنتشر في الأطفال من سن خمس سنوات لسن ثلاثتاشر سنة هذا الالتهاب يظهر على هيئة قيء، إسهال، آلام في البطن، إسفرار في العين والجلد، غثيان كل هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير لالتهاب الكبدي، الوبائي، الفيروسي من نوع ألف حسنا، عندما نقوم بعمل الاختبارات التهاب الكبدي الفيروسي ألف تلعى سلبي أي أننا عملنا صورة دم ووظائف كبد، لقى علامات التهابات وإنزيمات الكبد عالية عندما نقوم بعمل الاختبار المميز لفيروس إيه الكبدي، لقى سلبي قلنا ممكن يطلع فيروس بي أو سي أو دي أو إيه اتضح أن كل هذه الأنواع سلبية معنى أن الالتهاب الكبدي المنتشر ليس فيروس إيه ولا بي ولا سي ولا دي طبعا، هذا أثار كل المنظمات العالمية الصحية وبالتالي نحن قدام إما نوع جديد من الفيروسات الكبدية إما نوع من أنواع التسمم البيئي من أحد المواد الموجودة قدت إلى الالتهاب الكبدي الذي أصاب هذه الأطفال طيب، بالنسبة للفيروسات الأخرى التي تصيب الكبد، هل ممكن هذا يكون أحد الفيروسات الأدينوفيروس؟ ممكن طبعا يكون أحد الفيروسات الأدينوفيروس، لكن حتى الآن لم يثبت هذا طيب، هل ممكن تكون أحد المواد السمة دخلت في الغزاء الأطفال أو الحلويات التي يقولها هؤلاء الأطفال؟ ممكن، ولكن نعرف أن الأغذية في أوروبا عليها رقابة قوية جدا لا يوجد مصنع يستطيع أن ينتج أغذية للأطفال إلا تحت الرقابة الصارمة كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا طبعا موضوع إلى حد ما أيضا مستبعد أو نادر جدا أما ما الذي يجعل الأطفال يصاب بالتهاب الكبدي حاد؟ أحب ألفت النظر أن في بعض الأحيان إنزيمات الكبدي تبقى مرتفعة جدا وفي نفس الوقت حالة الأطفال تبقى سيئة جدا لأن هذا يعتبر التهاب الكبدي حاد، طبعا في أي وقت نحن متوقعين أن يمكن أن تحصل حالات وفيات نتيجة الالتهاب الشديد للكبدي أحب ألفت النظر أيضا أن هذا الالتهاب الشديد نحن كنا متوقعين أنه يكون بينتقل ما بين الأطفال عن طريق الأكل وشرب لكن لغاية دلوقتي لم يثبت هذا أولا هناك إجراءات وقائية قوية في أوروبا وفي هولندا وفي أسبانيا وفي الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس وبخاصة إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا لم نتأكد بعد هل هذا الوباء ينتشر عن طريق الطعام والشراب الملوث؟ أو لا، مثله مثل التهابات الكبدية التي هي من نوع ألف نحن نعلم أن الفيروس بيو سي ينتقل عن طريق الدم لكن هناك إجراءات وقائية قوية في هذه الدول تمنع انتقال الدم أو مشتاقاته إلا بعد الفحص التفصيلي وبالتالي أيضا هذا مستبعد ما هو الفيروس الغامض الذي نرى أنه ينتشر في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا هو منظمة الصحة العالمية تحذر منه وهذا ما نحذر منه أيضا في بلدنا العربية وبالتالي ابتدت وزارات الصحة في الدول العربية تبدأ تعمل نوع من أنواع الترصد والتوعية في المستشفيات خشية من انتشار هذا الوباء في مستشفياتنا وفي أطفالنا حتى الآن لم تسجل حالات وفيات حتى الآن الدول العربية لم تسجل أي حالة من هذه الحالات ولكن هذا ليس معنى أن المرض لا يكون وصل لا يمكن أن يكون وصل ولكن لم يتم اكتشافه بعد أو يمكن أن يكون على وشك الوصول نحن عارفين طبعا زي ما حصل في كورونا الأمراض الفيروسية تنتشر بسرعة جدا لأننا نعتبر قرية عالمية أي مرض يظهر في أي دولة في العالم متوقع وصوله فورا أو في خلال أيام أو أسابيع لكل أنحاء العالم طبعا نحن نحذر من هذا الوباء لازم كلنا نأخذ بالنا كأطباء وكمستشفيات وكإجراءات صحية وترصد بيئي لظهور مثل هذه الحالات أي حالات قيء أو إسهال أو إسفرار في العين أو إسفرار في الجلد أو آلام في البطن لازم كلنا نأخذ بالنا كأطباء وكسلطات صحية حتى لا ينتشر عندنا هذا الوباء في بلدنا مهم جدا أننا نبدأ نعمل فحوصات نكشف على هذه الأطفال إذا كان هناك أي شكل لازم نبلغ السلطات الصحية فورا أرجو أن نكون استفادنا من هذا الفيديو أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر